في بلد كاليام يتنامى فيه تعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يجب قطاعا واسعا من المستخدمين أنفسهم في دوامة التجاذبات السياسية والفكرية العاصفة بالبلاد غير أن آخرين صنعوا من تلك المواقع وسيلة لمدية العون للآخرين كحال المعلم في تانوية المكلة النموذجية سالم باراس الذي جعل من صفحته الشخصية على الفيسبوك وسيلة يسهم من خلالها في مساعدة الفقراء والمحتاجين من خلال تسليط الضوء على معاناتهم وجميع التبرعات المالية والعيمية لهم من المتصدقين داخل البلاد وخارجها طبعا مواقع التواصل الاجتماعي استغلت استغلال غير طيب يعني كل الناس تتكلم في السياسة من أكوات السياسية الجانب المناطقي الجانب القبيلة والحزبية قلت أنا في نفسي يا سالم باراس ليش ما تحول هذا الكلام إلى جانب خيري طبعا الحمد لله انجحنا نجاح طيب إن شاء الله ومع اكتسابه للثقة المتصدقين توسعت دائرة الأنشطة الخيرية التي تغطيها صفحته فلا يقتصر الأمر على كفالة حشرات الأيتان والأرامل والفقاراء وشراء الأطعمة لهم بل تجاوزه لحفر آبار مياه الشر وبناء عدد من المساجد الصغيرة في بعض القرى النائية في حضر موت وبعض المحافظات المجاورة راش الرمضان والعمل الخير على مدار العام مستمر من خلال هذه الصفحة يعني حوالي بثلاثين مليون إلى خمسة ثلاثين مليون ريال ما انجزنا من خلال هذه الصفحة وأمام عمل كبير كهذا تكون التحديات الفردية أكبر غير أنه وكما يقال فوراء كل رجل عظيم إمرأة وهذا ما ينطبق على سالم الذي يقول إن زوجته كان لها دور كبير في دعمه ومساندته وشحذ همته لمواصلة مساعيه الإنسانية متى شعره بالتعب والوحد رغم حجم المعاناة والصعوبات المتمثلة بالتزامات الوظيفة والتنقلات بين القرى المتباعدة إلا أن مساعدة الفقراء والمحتاجين ورسم البسمة على وجههم تستحق كل ذلك العنى محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلة